تصريف الناقص الواوي في المضارع المرفوع أتذكر من أهم علامات المضارع المرفوع يبدأ به الكلام يدرس يكون خبرا لناسخ ما زال يلعب يبدأ بالسين سينجح يبدأ بسوف سوف يعود ينفى بلام نافية لا ينتبه يبدأ بلام الابتداء إنه لا يجتهد أتعلم تصريف الناقص الواوي في المضارع المرفوع الأفعال سهى يسهو غدا يغدو صحى يصحو الظمائر المتكلم أنا أسهو أغدو أصحو نحن نسهو نغدو نصحو المخاطب أنت تسهو تغدو تصحو أنت تسهين تغدين تصحين أنتما أنتما تسهوان تغدوان تصحوان أنتم تسهون تغدون تصحون أنتنا تسهون تغدون تصحون الغائب هو يسهو يسهو يغدو يصحو هي تسهو تغدو تصحو هما يسهوان يغدوان يصحوان هما تسهوان تغدوان تصحوان هم يسهون يغدون يصحون هن يسهون يغدون يصحون القواعد لا يطرأ تغيير على صيغة الناقص الواوي إذا أسند في المضارع إلى الظمائر أنا نحن أنت هو هي تحذف واو الفعل من الناقص الواوي إذا أسند في صيغة المضارع إلى المخاطب تخطوين تصبح تخطين تحذف واو الفعل من الناقص الواوي إذا أسند في صيغة المضارع إلى جمع الذكور أنتم هم وتبقى واو الجماعة تخطون يخطون الفعل الناقص الواوي في المضارع المرفوع يصرف مع المخاطبة مثل تصريفه مع المخاطبين أنتم وكذلك يصرف مع الغائبات هن مثل تصريفه مع الغائبين هم أسند الجملة التالية إلى ما هو مسطر دخلت البيت فإذا جد يتل القرآن وقلبه يهفو إلى بيت الله الحرام فإذا جدتي فإذا جدي وجدتي الإجابة دخلت البيت فإذا جدي يتل القرآن وقلبه يهفو إلى بيت الله الحرام دخلت البيت فإذا جدتي تتل القرآن وقلبها يهفو إلى بيت الله الحرام دخلت البيت فإذا جدي وجدتي يتلواني القرآن وقلبهما يهفو إلى بيت الله الحرام التمرين الثاني أستعين بصيغة تصريف الناسخ وأكمل كانت تعدو بالعصفور إلى حيث أخيها وتدعوه إلى رؤيته كنت كنتما الإجابة كانت تعدو بالعصفور إلى حيث أخيها وتدعوه إلى رؤيته كنت أعدو بالعصفور إلى حيث أخي وأدعوه إلى رؤيته كنتما تعدواني بالعصفور إلى حيث أخيكما وتدعواني إلى رؤيته التمرين الثالث أعوذ أختي بأخواتي وأعيد كتابة الجملة أحب أختي التي تطهو الطعام بفن وتحن علينا وكأنها أم الإجابة أحب أختي التي تطهو الطعام بفن وتحن علينا وكأنها أم أحب أخواتي التي تطهون الطعام بفن وتحن علينا وكأنهن أمهات التمرين الرابع أعوذ المتكلم بجمع الغائبين ثم بجمع المتكلمين قسوت على صديقي عندما أضاع قصتي ثم عفوت عنه حبا فيه الإجابة قسوت على صديقي عندما أضاع قصتي ثم عفوت عنه حبا فيه جمع الغائبين هم قسو على صديقهم عندما أضاع قصتهم ثم عفو عنه حبا فيه جمع المتكلمين نحن قسونا على صديقنا عندما أضاع قصتنا ثم عفونا عنه حبا فيه ترجمة نانسي قنقر